وجه رئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزرية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الانتاج اشتركوا في القناة